أحياتي أصدقائي متابعي قناة كورا الزهبي كأس الاتحاد الآسوي تعادل خاصر لنادة الوحدة بل النتيجة أبشعة من الخسارة نادة الشرين خسارة غير متوقعة فيديو اليوم سنحكي عن نتائج الفرق السورية كأس الاتحاد الآسوي سنقوم بفديو هين أول فيديو سنحكي عن نادة الشرين مباراة نادة الشرين والمباراة القادمة والترتيب والفيديو الثاني سنخصه لنادة الوحدة ونحكي عن نفس التفاصيل مش هما نحكي عن الفريقين نفس الفيديو وصير الفيديو شوي طويل رح نقسم الموضوع فيديو هين هذا الفيديو رح نخصصه نحكي عن مباراة نادة الشرين وترتيب المجموعة كيف صار وبنهاية الفيديو رح استعرض المباراة القادمة وبالفيديو البعد ورح ينسل مباشرة عقناته رح نحكي نفس التفاصيل بالنسبة لنادة الوحدة تابعونا نبلش بالتفاصيل ونحكي عن مباراة نادة الشرين بحب اتشكركم ودعمكم دائم للقناة القناة يوم عن يوم عم تكبر وبفضلكم طبعا بحب اطلب منكم الدعم دائم للقناة لايك كومنت افعيل زر جرس والله عم يحضر الفيديو وما يشترك بتمنى يشترك بالقناة نحن دائما نكبر فيكم مباراة نادة الشرين والفيصل الاردني خلينا نحكي عن المباراة بشكل سريع خسارة مفاجئة كانت لنادة الشرين الأسباب كتير هلا ازا نشوف المباراة كانت ننتهي بحدف مقابل لشيء لنادة الفيصلة بالاضافة انه مدني كانت تصدى لركلة جزاء لنادة الفيصلة يعني ممكن كانت ننتهي المباراة 2-0 وكانت نتيجة صفار كانت مدني عم يتصدى لركلة جزاء لنادة الفيصلة هلا ازا نحكي عن المباراة بشكل عام الخسارة شوي مفاجئة انا ببداية البطولة حكيت انه تشرين لسوق حظه عم يوقع بمجموعة جدا صعب يعني انت عم تلعب مجموعة في الفيصلة للاردنية فريق جدا جدا معروف كأس الاتحاد الاسواء فريق الكويت الكويتة من اعرق الفرق كأس الاتحاد الاسواء يعني بالنسبة للفريقين بصراحة بالنسبة لهم البطولة هو شيء عادي كانوا يميل عبوا دورة او كانوا يميل عبوا مباراة والديب هنا بالنسبة لتشرين فريق كبير بسوريا انما مشاركاته الخارجية قليلة فبالنسبة لتشرين هاي البطولة او هاي المشاركة يعني بالنسبة لهم بالنسبة لهم اخدي حجم كبير ضغط نفسه نحن لازم نعمل نتيجة بعكس ما حكيت فيصل وكويت الكويت هني بالنسبة لهم مشاركة عادية فهي الضغوطات شوي تفرق ونوهت ببداية البطولة انه الفرق السورية فرق السورية ما انا متعودة على ضغط المباراة هلا ازا ما نشوف فريق تشرين عم يلعب كل ثلاثة ايام آآ مباراة اليوم كان واضح مباراة الفيصلة لعبين تشرين عم يحاولوا يبزلوا جهد ما اصروا بالملعب بصراحة ما اصروا شفنا جهد انما آآ لياغتم ما كانت عم تخدمون العامل بدني بيان اخر ربع ساعة انه فريق تشرين فرط بدنيا آآ ما عد ادري يقاوم آآ الفيصلة نلوم البحري آآ بشغلة واحدة بس انه آآ كامل كواي وباس المصطفى يعني يا ريد انت اشاركتم بداية الشوت تاني انت شفت فريق الفيصلة بدنيا قوي سريع آآ كان مهدي الركل الجزاء يعني فريق الفيصلة هو المسيطر على المباراة هو الاخطر وكننا عاسين انه باكتر من اللقطة كان ممكن يسجل هدف ويفتتح المباراة وبصراحة يعني انه عم نحضر كنا خايفين من المباراة فكان على البحري انه بدات شوت تاني متل ما حكيت نزل كامل كواي وباس المصطفى اللعبين آآ آآ كمجهود بدني او كالتحامات اللعبين ممتازين كانت ممكن ترجع تنتلك منتصف الملعب لانه ازاي شوفت شريم بالمباراة كلها وخسران معركة منتصف الملعب كان ممكن ترجع تنتلك منتصف الملعب او الجارة نادي الفيصلة انما التأخيرات كانت عم تصير اللي حكيت عنها انما جدا متأخرة يعني زي انت عم تعمل تبديلات نص شوت تاني او باخره يعني شوي انت بدي سمعين او خمسة سبعين يعني كان مفروض بديت شوت تاني شفت الوضع سيء بدل يعني البطولي بده شوية مغامرة انا حكيت يعني معلش مدربين انت طالع بطولي هاي بطولي بده مغامرة هذا ما انه دورة سوريا يعني مع هيك ما فينا لوم المدرب واللعبين كتير لانه المجموعة جدا صعبة ومشاركة شرين كتير قليلة فلزلك يعني مبدئيا خسارة وتعادل يعني انت متوقع ان اليوم اقل الشي يعني شرين يقدم نتيجة افضل منك يعني بصراحة اتفاجأنا والصوت راح وما بعرف يعني ما حابب طول الفيديو مش هما نفوض بالتفاصيل اكتر ونحكي اكتر فخلينا نختصر خلينا نشوف الترتيب كيف صار والمباراة القادمة وحظوص الفريق خلصنا من المبارتين خلينا نشير الاخطاء عجانب خلينا نشير كل شي عجانب هلا لسه البطول لساعتنا بالمتناول لساعتنا موجودين بس كان انا عتبي على البحر انه انه انت ثلاث مباريات اللي عندك كمجهود البدنة كفرق سوري نحن ما متعودين على هالضغط انه نوزع على ثلاث مباراة ما نلعب اول مباراة مع الكويت الكويتة ضغط وفريق ممتاز جدا مباراة الفيصري كانوا محاولوا لعبين تشري انما بيين انه الضعف البدنة المجهود البدنة نال من اللعبين فقد بتمنى انه نحن نقسم مجهودنا على المبارتين او على الثلاثة خلينا نشوف مباراة تشرين قادمة ان شاء الله لسه الامور بالميدان ان شاء الله المباراة الاخيرة رح تكون والثالث لتشرين نهار الخميس قادم الساعة السابعة وخمس دقائق بتوقيت نفس توقيت المباراة هي بتكون الساعة ثامنة وخمس دقائق بتوقيت دمشق المباراة رح تجمع تشرين وشباب الامعرة مباراة التانية طبعا تشرين يجب الفوز ومفارق كبير يعني ما واحد صفر واثنين صور لازم يربح بغلة من الاهداف لانه هون نحن بالمجموعة التانية رح ننتظر هدية من الفيصلة الاردني انه يتفوق على كويت لكويتة لانه هلا بعد شوية رح نشوف ترتيب انه يتفوق على كويت لكويتة لحتى نحن نربح مباراة نحن يجي عامل الاهداف بالنسبة للمركز التاني لانه عمليا تشرين فقد حظوزه انه يتأهل كالمتصدر هلأ هو رح يلعب على المقعد التاني على افضل ما تلقي بطاقة حمرة هدا الشي ممتاز لازم يحافظوا على هدا الشي مباراته مع شباب الامعارة لازم لاعب تشرين ما يتلقوا بطاقة حمرة لانه في شي اسمه اللعب النظيف ماشي بنوعبة الفيصلة والكويت لكويتة نحن المطلوب انه الفيصلة هو اللي يربح لانه الفيصلة بست نقاط الكويت لكويتة باربع نقاط في حال فوز الكويت لكويتة على الفيصلة امور تشرين صارت منت هي والوضع اه سيء وصرنا خارج البطولية للعسف ازن نحن بانتظار خدمة من الفيصلة تفوقوا على الكويت لكويتة وفوز تشرين بيغلي اه كبير من الاهداف لانه الفيصلة هلأ شوف الترتيب فيصلة مع ست نقاط الكويت مع الكويتة اربع نقاط تشرين نقطة شباب الامعارة بدون اي نقطة ينبين فريق ضعيف اه الكويت لكويتة كان عن فوق على شباب الامعارة باربع اهداف مقابل هدف واحد هذا اللي حكينا عنه نحن غلي من الاهداف نحن لازم نربح ثلاثة صفر اربعة صفر خمسة صفر ازا كان بالامكان ليش لا لانه رح يلعب فار الاهداف قال فوز الفيصلة للاردنة رح يصير رصيده تسع نقاط طبعا من فوزين بيبقى رصيد لكويت لكويتة اربع نقاط في حال تشرين فاز فرق كبير رح يصير كمان اربع نقاط رح يتساوه بعدد النقاط رح ينقو مثل ما حكيت بتمنى نادي تشرين سجل اهداف وما يتلقى بطاقة صفر اما في حال تعادل الكويت لكويتة مع الفيصل لاردني بس فيصل لاردني بصير عنده سبع نقاط الكويت لكويتة بصير عنده خمس نقاط نادي تشرين في حال فوز بصير معه اربع نقاط كمان تعادل او فوز الكويت لكويتة تشرين اوت بره بتمنى بتمنى انه نلعب على اخر ورقة ويحالفنا الحظ شوي يعني ما نطلع مكسورين خاطر من هالبطولي انا بصراحة يعني انا احضر المباراة صوت ما ضل اعصائب يعني تشنج يعني بتمنى من هذا تشرين يستمر بالبطولي ما حابب يخرج يعني بوقت مبكر نظام البطولي بعرف اه اه غريب الاتحاد الاسيوي عامل بطولي نظام غريب مكان تجمع واحد تلات مباريات اه فريق يعني النظام شوي غريب كله على بعضه يعني غريب لازم تكون مفضل لازم تكون انت الافضل بس ادار حتى اتأهل بتمنى التوفيق لنادي تشرين بالمباراة القادمة كما نصلنا نهاية الفيديو اليوم عرفته لاش بدي اعمل فيديوهين واحد لتشرين واحد لنادي اه وفيديو لنادي اه الوحدي لانه الشرح شوي رح يطول بدنا نفوت بالتفاصيل والمتأهلين والنقاط فلذلك انا فضلت اعمل لنادي الوحدي فيديو ولنادي اه تشرين فيديو لو جماعة للفريقين رح يصير فيديو شوي طويل بتمنى يكون الفيديو عجبكم بتمنى يضل عنا شوي التفاؤل اه ما فينا لون برجع بقول ما فينا لون اللاعبين والبحرين المجموعة صعبة المجهود كبير بتمنى التوفيق لسه في فرصة هي المباراة الاخير ان شاء الله يا رب اه منتوفق يعني اليوم عن جد نحن اتعبنا نفسيا الصوت راح يعني يعني انا شخصيا اه برجع وبعيد اه اعم احضر نهاية تشرين كأنها احضر اه منتخب بلادي منتخب سوريا طبعا بغض النظر بعد التعليقات السلبية ع السوشيال ميديا اه ما بدي فوت بتفاصيل اكتر المهم كلنا مع تشرين والواحدة ببطوط الاتحاد لاسوية بتمنى تحطونا كومنت اوقعاتكم للمباراة القادمة تشرين بتمنى لا تنسوا قناة من لايك كومنت افعيل زر جرس بتمنى تشاركوا الفيديو للاصدقاء لنوصل لاكبر عدد ممكن لعشاق الرياضة عشاق الدورة السورية بتمنى دائما نضلوا على خير تحت